بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل وأسرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل أحمده تبارك وتعالى وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي إذا قال فعل ألم ترى كيف استبر على الأذى وقد ناءت الجبال بما حمل أرأيت كيف بالكذب رموه وبالسحر اتهموه فما وهن ولا عن دعوتهم فصل الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات وبعد فعندما تضيق عليك الدنيا ويتكالب عليك طلابها فاعلم أن الله قريب فالمعتصم به ومن ارتجاه مخلصا لا يخيب وسيرسل ويهيئ لك المولى من ينصرك ليحلو الصبر ويطيب وسأذكر في ذلك عبرة أصحاب البقرة في بني إسرائيل الذي أيد الله فيها الحق وأظهره بما يناقض العادة ذكر القرآن الكريم قصة أصحاب البقرة من بني إسرائيل وكلنا يعلم قصتهم وما عملوا وما فعلوا ولكن سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذبح بقرة وأن رجلا في بني إسرائيل كثير المال وكان شيخا كبيرا وله بن أخ وكانوا يتمنون موته ليارثوه فعمد أحدهم فقتله في الليل وطراحه على باب رجل من قريتهم فاتهم بأنه القاتل وشاع الخبر بذلك وهذا المسكين الذي ألقيت الجثة عند بابه ولا يعلم من قتله ابتلي بدمه ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم من القاتل فلما أصبح الناس اختلفوا في القاتل وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم فقالوا ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله فذهبوا إلى نبي الله موسى عليه السلام ليناجي ربه وسألوه أن يسأل ربه عز وجل فسأل ربه فأمره الله سبحانه وتعالى أن يأمرهم بذبح بقرة فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم سألوا وشددوا فشدد الله عليهم كما يعلم الجميع قال الله تعالى في آخر قصة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فاختلفتم والله مخرج ما كنتم تكتمون ولكن الله سيخرج هذه الحقيقة ومن اللطائف أيها الأحباب كان أحد شيوخنا وهو مدير مدرستنا الدينية في شبابنا كان يكرر هذه الآية كثيرا وكأنه يلتجء إلى الله بهذه الآية والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بعد أن ذبحوا البقرة ضربوا الجثة ببعض لحمها فلما ضربوه أحياه الله تعالى فقام وهو يشخب دما فسأله نبي الله موسى من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي هذا ثم عاد ميتا كما كان يا رباه كن عوني فإني سجين بين آثامي رهين رجائي فيك أمداء فساح تزيد وتستزيد وتستبين وعلقت الرجاء على جوادي فعدت وفي يدي الكنز الثمين فحبل الناس مهما كان رث وحبل الله والتقوى متين إذن نصر الله قريب لعباده الصالحين والصابرين أحيى الله الميتة فاعترف عيى قاتله ثم مات مرة أخرى وهذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوم أن كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر نعم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى نصر الله سبحانه وتعالى عباده الصابرين المظلومين وأيدهم بجنانه في الآخرة وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة